السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله يومكم بكل خير طلابي وطالباتي في مختبر data mining لابل data mining نحن في آخر مفاضرة أخذنا موضوع ال-F statement وأخذنا listed F وأخذنا ls F اللي هي E-L-I-F وأخذنا كيف أنه أستعمل اللوجيك تبع جملة ال-switch لأنه ال-switch مش موجودة بجملة ال-F فبالتالي بستبدلها أو رح استخدم بدالها ال-dictionary وأخذنا مثال على ذلك موضوعنا رح يكون اليوم اللي هو ال-random number بعد هيك رح نبدلش بال-loop بعد هيك رح نبدلش بال-loop الآن موضوعنا إنه ال-random number كيف يعمل generation ال-random number ال-random number أول شي بحاجة إني أعمل import ل-library اسمه random library اسمه random دعم ال-import لألف أولا رح أسميها ب-alias أو ب-اسم داخل برنامجي R import random as R مثلا بدي أعرف ما تغير X ويساوي R dot عنا أول function رح ناخده بال-library random اللي هي randint راند انت راند انت من اسمه بيعمل توليد لراندوم انتجر نمبر راندوم انتجر نمبر يعني رقم صحيح وانت بتحدد الآن بال-parameters أو بال-arguments اللي لقيله إيش البداية وإيش النهاية يعني بدك random انتجر من إلى ال-dash يعني مثلا نحكينا من 0 إلى 100 فهيكا بيعمل generation لراندوم انتجر نمبر بين 0 وبين 100 ممكن يكون 0 وممكن يكون 100 وممكن يكون أي رقم بيناتهم 1-54-50-70-80-80-57 إلى آخرين خليني الآن أعمل print لل-variable x و أبل ما أعمل راند أعمل save في save لإلو على examples وانيو فولدر 17-7-2020 رح يكون random random numbers random numbers أوكي ها يرن أوكي أعطانا 24 فعمل generation لـ 24 راند ثاني أوكي خليني ألغي باقي الملفات delete no delete no delete no أوكي طيب ها يرن أعطانا 98 ها يرن أعطانا 66 ها يرن أعطانا 62 لحظة معي أنه دائما عم بيعمل generation إلى random number بين صفر وبين المية أوكي طبعا ممكن أعمل generation أرقام بالسالب ما في مشكلة سالب 100 إلى المية هيك طبعا ممكن يكون رقم سالب أو موجب ممكن أخلي أنا بين سالب 100 والزيرو فبالتالي رح يكون أرقام سالبة غالبا سالبة ها يرن سالب 28 رن سالب 78 عفوا رن سالب 87 إلى آخره الآن في عنا فونكشن آخر رح نأخذه اللي هو r.random في عنا فونكشن اسمه random random الآن بيعمل generation لrandom float number بين الزيرو والواحد لrandom float number بين الزيرو والواحد قد يكون ربع قد يكون 18.3% 3% 3 بالألف 3 بالعشرة 35% 87% إلى آخره فراندوم بيعمل generation لrandom float number بين الزيرو وبين الواحد اللي هي خزنته أنا في واي لأن خلني أطبع واي ها يرن لاحظة معي 33% وكسور 47% 27% 18% إلى آخره آخر فونكشن اللي احنا أخذه بالrandom r.uniform uniform بيعمل generation لrandom float number من إلى لrandom float number وأنا بحدد الرانج للبداية وللنهاية وأنا بحدد الرانج يعني الstart والإن فمثلا بدي أنا random float number بين الزيرو والخمسين فهيكا بيعمل generation لrandom float number لrandom float number بين الزيرو وبين الخمسين رح يكون float مجزي الrand int الrand int بيعمل generation لrandom integer number من إلى و uniform بيعمل generation لrandom float number float number من إلى هيرا عطانا 26 و28 بالمية 45 و6 بالمية 36 و35 بالمية 48 و55 بالمية وهكذا لاحظوا معي إنه كلهم أرقام float بين الزيرو بين الخمسين ما في إشي أكبر من الخمسين وما في إشي أقل من الزيرو أوكي إلا أنا رحط لبنكم أنا سؤال تفكروا فيه وتحلوا لحالكم إلا بما إنه uniform عم بيعمل generation لrandom float number عم يعطيني كسور كتير عم يعطيني كسور كتير يعني لاحظوا معي عطاناك كسور بعدد هائل طيب هو أنا حقيقة بحاجة ممكن أكون أنا بحاجة لأكمن كسر بس ممكن أنا أكون بحاجة لأكمن كسر طيب الآن بدي إياكم تفكروا كيف أنا الآن عن طريق الـ uniform بحيث أطلع الرقم في خانتين كسريات فقط يعني 48 تطلع لخانتين كسريات والباقي الغولية الباقي الغاء مش random ما بدي أغلبكم أنا أو ما بدي يعني تكون مسألة شوية صعبة فبدي uniform يعمل generation ل float number وعدد الخانات الكسرية بديها يكون خانتين خانتين عشريات فقط فكروا فيها وحلوها إن شاء الله تعالى في المحاضرة خلينا أشوف الحلول اللي لألكم طيب هذا الآن موضوع يا شباب اللي هو random integer number تمام إلى موضوعنا التالي موضوعنا التالي اللي هو اللوب كيف إني أعمل اللوب أو أعمل دوران بالبيثون وجمل اللوب هذا جمل جدا مهم بأي لغة برمجة لأنه أحيانا بيكون عندك كود بدك تنفذه عدد معين من المرات خمسة أو عشرة أو مية أو ألف بالتالي ما في داعي الكود إني أكرره أنا دائما أكيد بضعه داخل جملة دوران أو داخل جملة لوب فبالتالي اللوب بضله يتنفذ لحد ما يصل إلى نقطة معينة اللي هي exit point بعد هيك بيطلع من اللوب الآن أول اللوب رح ناخده شباب هو الوايل جملة الوايل أو الوايل اللوب وهي الوايل اللوب أنتوا أخدتوا جملة باللغة C++ وأغلب لغات البرمجة فيها الوايل اللوب الآن مثلا أنا خليني أعرف x أو counter عفوا counter equal 1 عرفنا variable اسمه counter ووضعنا في قيمة 1 بعد هيك while while بعد الوايل بدي أضع condition بدي أضع الشرط مدام الشرط true اللوب بتنفذ مدام الشرط true اللوب بتنفذ لما صير الشرط false بيطلع من اللوب لما صير الشرط false بيطلع من اللوب في الآن while counter أقل أو يساوي من العشرة أقل أو يساوي من العشرة أنا الآن خلصت الشرط طبع اللوب خلصته فبعمل enter زي جملة الـ إذا لما كنت أعمل f أضع الشرط بعد ذلك أعمل enter فبنزل سطر جديد وبصير فيه tab عشان تعرف أنه بدي تبع اللوب أو بدي تبع thin لجملة الـ أو بدي تبع الجمل اللي تبع لل عن طريق التاب الآن بتضغط على enter enter لاحظ معي وضع لنقطين هنا أنه انتهى الشرط تبع اللوب والآن هون بيبلش البدي تبع اللوب فالآن أنا بدي أطبع print لـ counter بدي أطبع counter بعد هيك بدي أحكي counter plus equal one counter plus equal one enter والآن أنا هون بدي أعمل كمان print اللي هي inside loop لأنا جو اللوب هون لما أعمل backspace الآن خرجت من اللوب أنا الآن خارج البدي تبع اللوب فهي print اللي هي outside the loop أي inside the body loop أوكي فالآن سطر 13 هذا خارج البدي تبع اللوب خارج البدي تبع اللوب بينما سطر 12 داخل البدي تبع اللوب طيب طبعا هون الآن واضح إن counter واحد while counter أقل سوء من 10 مدام 1 counter أقل 10 اطبع counter زيد counter 1 واطبع الجملة هاي فبالتالي بعد هيك زاد counter صار 2 بشيك على condition هل 2 أقل من 10 نعم true بطبع counter 2 بزيد counter بصير 3 بطبع هاي الجملة برجع عند condition 3 هل 3 أقل 10 نعم true بطبع counter 3 بزيد counter 4 inside the body بدله يطبع ويزيد يطبع ويزيد لحديث ما يوصل للكاونتر 10 بطبع الكاونتر 10 وبصير 11 وبطبع الجملة هاي لان هل 11 11 أقل لو يسوي من 10 false 11 مو أقل لو يسوي من 10 فبيطلع من اللوب بنفذ السطر 13 وبيعمل إنهاء لتنفيذ البرنامج طيب عيرا أوكي لاحظ معي طبع لي 1 inside the body loop 2 inside the body loop 3 inside the body loop إلى 10 10 بعد هيك inside the body loop بعد هيك طلع من اللوب فشو طبع لي طبع لي outside the loop فهذا مثال على اللوب أوكي خلينا لان اعدل شوي عليه خليني اطبع الكاونتر وبعض الكاونتر إنه جملة البرنت اللي بعد الكاونتر تكون فيه tab بين الكاونتر وبينها فيه tab بين الكاونتر وبينها فبالتالي بدي أطع برامتر آخر اللي هو int هذا الانت تابع للبرنت تابع لجملة البرنت يساوي مثلا backslash t backslash t إنه اعمل tab اعمل tab بين الكاونتر وبين أي جملة برنت بعدها يعني بين الكاونتر هاي وبين البرنت اللي بعدها فيه tab البرنت هاي بعد ما ينتهي من تنفيذها أي جملة بعدها رح ينزل لسطر جديد يعني عاية بين كل جملة برنت والتانية بنزل new line new line new line لكن أنا بدي أطبع الكاونتر القيم اللي بعد رح تكون بعيدة عنها tab طبعا ها هون سطر 12 لم يطبع الinside the body loop رح يكون tab بينه بين اللي قبله لكن بينه وبين اللي بعده رح ينزل لسطر جديد رح ينزل لسطر جديد طيب هاي ران لاحظوا معي عطاني one inside the body loop عمر new line two inside the body loop وهكذا واخر شي عطاني outside the loop طيب الآن هاي الجملة خليني أضاحها كcomments عشان تصير موضوع علينا أسهل run لاحظوا معي عطاني one two three four five six seven eight nine ten لأنه كل مرة نطبع الكاونتر وتاب بينه بين اللي بعده تاب بينه بين اللي بعده لأن ممكن بدار تاب إني أنا أضع space space واحد إني يكون بينه بين القيم اللي بعده بين بين print الكاونتر مع اللي بعدها تكون space خيرا لاحظ معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى العشرة وبعدين outside the loop أوكي طبعا شباب أنتوا بتعرفوا أنه ال while loop أنا راح أستعملها إذا أنا ما كنت عارف عدد مرات تكرار الدوران يعني إذا أنت مش عارف هذا الدوران كم مرة راح يتكرر البدي تبعه كم مرة راح يتكرر عادا راح نستعمل ال while loop لكن إذا أنت عارف الدوران كم مرة راح يمشي أو البدي تبعه كم مرة راح يتنفذ تستعمل ال for loop استعمل ال for loop اللي هو syntax لإلها أسهل وحتى أنك تشيك على كل شي تبعها أسهل زي جملة for loop ما أخذتوها أنتوا بلغة c++ لكن حتى بال python السينتكس لإلها أسهل طيب الآن هذا لدينا مثال على ال while loop طيب الآن خلينا أعطيكم مثال آخر مثال x يساوي عشرة b one يساوي true ومعن true هون بوليان while b one f x هل بتساوي العشرين إذا كان نعم b one equal false one false تكتب f capital f capital و print أوكي دعني أنا x أضع فيها list مثلا فيها عشرة 27 18 19 30 40 و خلينا هذا المثال الغي ونعطيكم مثال على الفور مثال على الفور loop أوكي الآن مثال مع الفور loop يا شباب x يساوي مثلا علي 10 10 5 7 20 6 10 4 i لان جملة الفور أول شي بدك تحدد زي الكاونتر أو variable بدك تشيك عليه هل هو موجود من ضمن list أو من ضمن dictionary أو من ضمن range أو لا ففور i in x مادام i موجود في x وx عندي عبارة عن list بالتالي بدك أمر على عناصر list عنصر عنصر بدك أمر على عنصر الأول بأول دوران بالدوران الثاني بمر على العنصر الثاني اللي هو 10 بالدوران الثالث بمر على الخمسة بالدوران رقم 4 بمر على 7 الدوران اللي بعده بمر على 20.6 بعد هيك ما في قيمة بالتالي بصير الشرط false لأنه أنا هون عندي n مادام i in x مادام i موجود في x بالتالي بمر على عناصر list x عنصر عنصر لما أخلص آخر عنصر وأنتهي منه الشرط طبع الفول loop بصير false بالتالي بتطلع منه أو بيطلع من البدي طبع اللو الآن هيك خلص الكون تبع الفول loop ففور i in x الآن enter وضع لنقطين والآن أنا هون داخل البدي تبع الفول بدي يعمل print ل i بدي يعمل print ل i هي for i هي عنصر x عنصر بنعناصر list i والإنت بدي بين كل القيمة والتاني space وهي print اللي هي outside outside the for loop طيب هاي run طبع علي 10 5 27 20 6 outside the for loop طيب هاي كمان space space هاي كبتصير أوضح لإلنا هاي طبع علي علي 10 5 27 20 6 طلع من اللوب طبع عناصر اللista عنصر عنصر بعد هي outside the for loop هاي اول مثال عندنا for loop اوكي المثال تاني لو كان عندي S1 string يساوي مثلا أحمد أحمد فالان for J in S1 print S1 و ال end يساوي backslash T طبع نذكر إن النص عبارة عن day أو عبارة عن sequence اللistring عبارة عن sequence ف 4J in S1 بدي أمر عن عناصر sequence عن عناصر على عناصر اللistring S1 أمر عليهم عنصر عنصر أمر على رمز A بعدين H بعدين M بعدين A بعدين D بدي أطبعهم رمز رمز بدي أطبعهم رمز رمز A run بلاحظ معي أوكي الباكس لا شيء أنا مطلوب أني عكست sorry A run أوكي طبع لي أوكي نطبع لي أحمد 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 أرب خمس مرات خمس مرات لأنه أحمد فيها خمس حروف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس وأنا إذا بدي أمر على عناصر أحمد عنصر عنصر مطلوب أني أطبع J مش أسفن أنا لاحظة معيني طابع أسفن عشانك أعطاني بسترين كامل فبدي أغيره إلى J إلى J عشان أمر على عناصر أحمد عنصر عنصر run عطاني A H M A D طبعا لياهم رمز رمز طبعا لياهم رمز رمز طبعا عن طريق الفورلوب الآن بقدر أني أشيك على أي كلمة معينة أكمن A فيها أو أكمن B فيها أو أكمن capital letter فيها أو أكمن small letter فيها عن طريق أنك الرسم بيكون مخزن بvariable بتمر عن الvariable هذا عن طريق الفورلوب وبعد هيك بتشتغل جوه الفورلوب أنك تشيك كمن رمز capital letter أكمن هذا كمان مثال على الفورلوب الآن مثال آخر على الفورلوب يا شباب فور K طبعا بالفورلوب مو شرط أن يحط I مو شرط أن يحط I يعني أنتو أغرب الأمثل اللي أخدتوها بالC++ كانت 4I مو شرط أخط I يمكن أخط 4K ولا ممكن أخط 4K 15 تحط I يعني مو شرط يكون I في بعض الطلاب بظن بس I الفورلوب إلها I غير I بيكون غلط طبعا هذا الكلام أكيد مش دقيق طيب 4K N range N range of 100 range K N equal two spaces اللي أنا ما أحكي عن range of 100 معناها طبعا أنا هون حددت النهاية البداية ما حددتها restart والincrement أو decrement ما حددتها فبما أنه أنا محدد ال-end فإذن رح يبلش من الزيرو restart رح تكون 0 والincrement 1 يعني رح بلش من 0 بعد هيك 1 2 3 4 5 لل 99 اللي هي ما قبل 100 فبالتالي رح يطبع لي هون الأرقام من 0 1 2 3 إلى 9 90 خيرا طبع للأرقام هايون 0 1 2 3 4 5 إلى 99 إلى 99 طيب إذا أنا الآن مثلا بدي أطبع الأرقام الفردية بين الزيرو والمية الأرقام الفردية بين الزيرو وبين المية هاي هاش أوكي print الأرقام الأرقام numbers between 0 and 100 يعني بين الصفر والمية وبدي طبعا لا الزيرو داخل ولا المية داخل لأنهم مش odd أوكي فالآن شو رح يكون الكود for l sorry an in range of range of المية لأنه رح يشمل الرقام من صفر إلى مية أوكي طيب الآن خليني أنا أبدأ بالواحد خليني أبدأ من واحد وأنتهي عند المية والإنكريمنت من مقدار اتنين والإنكريمنت مقدار اتنين يعني بدي يبلش من الواحد والإند مية والإنكريمنت اتنين لح يبلش من واحد القيمة اللي بعديها في إنكريمنت اتن اللي هي تلاتة القيمة اللي بعديها خمسة القيمة اللي بعديها سبعة القيمة اللي بعديها تسعة وهكذا لأنه أنا بدي أخذ الأود نمبر بدي أخذ الأود نمبر عشان يكي أنا بلشته من الواحد بلشته من الواحد والان print الان كما كما الاند ايكوال تو سبيسيز خليدنا هون اعمل print اساس انه ينزل للسطر جديد اوكي طيب هاي run اوكي لاحظوا معي هايون اعطاني الارقام من واحد الى مية اللي هي الارقام الود الارقام الود اوكي اوكي الان وضيفة لكم بدي اياكم تكتب قود بحيث يعمل print تا even number numbers between المية and and 500 بدي اياكم تطبعوا الارقام الابن اللي هما من مية الى خمسمية مش بس هيك مش بس هيك بدي اياكم تطبعوا الارقام الابن من مية and 500 and compute and compute the sum of this numbers and the average of these of these numbers بدي اياكم تطبعوا تحسبوا the sum of these numbers and the average of these numbers وكي يعني بدي اياكم تطبعوا the even number بين الصف بين المية والخمسمية the even اللي هما الزوجيين ارقام الزوجية وتحسبوا الـ average لهذور the numbers والsum اللي لقا لهم طبعا تطبعوا هذا الاشي وprint all the results اطبع كل هاي النتائج هاي وظيفة لقا لكم اوكي طيب الان كمان يا شباب بقدر انا عن طريق الفول لوب اوكي خلينا نعمل create the new file اوكي هاي الان عملنا create the new file اوكي ممكن الان انا بدي اقرأ عشر ارقام من الكيبورد بدي اقرأ عشر ارقام من الكيبورد واخزنهم بلست اقرأ عشر ارقام من الكيبورد واخزنهم بلست بعد هيك بدي اعمل عملية حسابية على اللست فبدي عارف list list one يساوي brackets فاضية فهيك عرفنا list list فاضية الان for i in range of 10 بما انه انا بدي اقرأ عشر ارقام فبالتالي بدي range of 10 اللي هم من 0 الى 9 عددهم قديش عددهم عشرة عددهم عشرة اوكي الان x يساوي يساوي of enter a number اوكي enter number بعد بعد ما يدخل الرقم وخزنه انا ب x انما بدي اضيف الرقم x على list فبحكي list one dot append اني اعمل abending اضيفه على النهاية اعمل append ل x اعمل ابند لوين على list one وبس بعد ما اطلع منه خلني اطبع print sum of list one والمن of list one والماكس of list one طيب هاي رن لاحظ معي enter number اتنين 9 12 50 80 50 44 23 46 82 82 اوكي لان هون عطانا يعني اشكالية لانه انا لما اعمل بالinput قراءة البيانات واخزنها بx جملة الinput تقرأ البيانات كstring فx صار ايش كstring string الان ما بدر اعمل له sum ما بدر عمل له sum فشو الحل الحل اني اضع داخل integer اني اضع داخل integer اني اعمل input قيمة الinput هي بحول الى integer بعد هيك بخزنها داخل x اوك هيران 7 6 9 دخلنا الان مجموعة قيم اوكي فعطانا المجموعة لهم الهو 284 بعد هيك اعطان minimum value 6 وعطان maximum value 77 77 اوكي الان كمان بدر اعمل اضافة انا على الكود اني اكتب counter equal 1 وبعد هيك اعمل input enter number واعمل plus str لل counter plus عشان اني يبين عنده enter number 1 enter number 2 enter number 3 بعد ما بقرأ القيمة بعملها ابن خليني بالاخير اضيف على counter enter plus equal 1 زيد counter مقدار 1 طيب هاي نعمل run لاحظ معي enter number 1 هاي number 1 7 بعدين 8 بدخل مجموعة قيم تاسع وهي العاشر وعطانا القيم الان انا بنسبة مطلوب هون نعمل space هاي نعمل run لاحظ معي اطلع enter number 1 الان بدخل القيم فصار الformat لائلها بشكل طيب انا الان راح حكث بهذا المقدار ورح يستجل ان شاء الله محاضرة ثانية وادرس على هاي الامثل مصبوط والوظيفة اللي انا طلبت اثناء المحاضرة حلوها ولا نلقى قريب باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة